قدم المرشحا تحالف تقدم حيدر الملة اعتذاره إلى دائراته الانتخابية بعد مصادقة الهيئة القضائية على رفض الطعن المقدم بشأن قرار المفوضية المتضمن استبعاده من الانتخابات واكد الملة ان مشروع تقدم لن يتوقف بعملية الاقصاء وهناك خطة لاستمرار في العمل من خلال تجربة محافظة الانبار والحرص على تكرارها في مناطق غرب بغداد وكل مناطق العراق انا انظر الى الامام ولذلك اجد لزاما علي في ان اقدم الاعتذار على اي خيبة امل حدثت لجمهوري اقدم الاعتذار لابطال من شباب مناطقنا شباب مكتب تقدم العامري اولا الذي كانوا فرسان بحق في خدمة مناطقهم في التفاعل اليومي الليل بالنهار من اجل اثبات حقيقة اننا ممكن ان نصنع التغيير عزائي لهذا الجمهور لدائرة 12 ان من اقصاني محمد الكربولي وهذا بحد ذاته يسام شرف بالنسبة اليه ولا تسمحوا لجسم غريب في ان يحاول ان يزرع نفسه في دائرة المنصور نتقدم الى الامام ومشروع تقدم لن يتوقف بعملية الاقصاء ابدا انا كان على مدار الثلاثة ايام الماضية ومنذ اللحظة الاولى الذي تبلغنا به بقرار الهيئة القضائية بالمصادقة على قرار وفوضية الانتخابات برفض الطعن كان لدي يتواصل مع رئيس تحالف تقدم السيد محمد الحلبوسي ووضعنا خطة للاستمرار بالعمل في هذه الدائرة ودعم مشروع تقدم لاننا نعتقد هذا المشروع استطاع ان يعطي الامل لابناء الشعب العراقي من خلال تجربة محافظة الانبار حريصون في ان تكون هذه التجربة في مناطق رب بغداد وان شاء الله تعم في كل مناطق العراق يا رب الامان لكل مناطق العراق يا رب الاعمار لكل مناطق العراق لن نتوقف عن هذا المشروع متقدمون الى الامان لا يمكن ان نسمح لأي جهة في ان تقصينا لكل من يحب ارض العراق ويريد ان تدخل لها عجلة عملنا على مدار السنوات الماضية ولأهالي دائرة 12 على وجه الخصوص ادركوا طبيعة التحدي من تعاطف مع قضية حيدر الملة عليه ان يعلم من كان خصم حيدر الملة الذي اخصاه لا تعطوه المجال لان يتاجر بقضايا شعبنا وقضايا اهمنا صوتكم مسؤولية ترجمة نانسي قنقر